اشتركوا في القناة هذه الحديقة منذ أكثر من ثلاثين عام يعني البعض يتحدث أن حتى وصلت لخمسة واربين عام ووعود متكررة ببناء هذه الحديقة كتب على جدار هذه الحديقة فاشل جدا في إسعادك لكني أحبك جدا هذا يلخص واقع الحديقة أو واقع بلدية إربد وعلاقتها مع المواطنين في هذه المنطقة منذ أربعين عام وتحديد عام 1982 تم الإعلان عن تأسيس هذه الحديقة على مساحة تقدر بتسع دنومات ليضاف إليها لاحقا 17 دنوم على جانبي هناك ثلاثة أجيال هناك ثلاثة أجيال هذا العجوز وهذا الرجل وهذا الطفل هذا العجوز كان رجلا وهذا الرجل كان طفلا وينتظروا الحديقة الآن الرجل أصبح لديه لأبناء ولا زالوا ينتظرون الحديقة للحديث أكثر معنا الآن السيد عبد ربو فضل عمي السيد عبد ربو أحد سكان منطقة وأحد المتابعين لهذا الموضوع منذ أعوام ممكن تحدث لنا بشكل مختصر عن الحديقة الحديقة هي من أرض المواطنين المقطع للبلدية وليس ملكة البلدية مشتراتها مشتراتها من 82 هي صارت حديقة وفيما بعد قلنا يا عمي ما بدنا حديقة الأولاد 13 طفل راحوا تحت أجال السيارات من نفس الحي هذا فقالوا والله حديقة هسا ما في ميزانية المهم بالله ينطالب إحنا جانا كتاب من وزير التربية والتعليم من مدرسة الأعاقة كله ما في أرض معنا كتاب من وزير الصحة بمركز صحي برضو الإعاقة ما في أرض وكل المواطنين اللي اشترى 200 متر 250 متر يا الله سكن فيهم فأحنانا 39 سنة من طالب على أساس نضبط فأن محاط حي البياضة بشوارع خطره 13 طفل تحت أجال السيارات راحوا فهذه الحديقة مرة قالوا لا يجوز تبديلها من حديقة إلى مدرسة قلنا أوكي طب أملوها حديقة قالوا والله ما في ميزانية أحد الرؤساء يجع على باله يأجرها ما بيهت للشاحنات قلع الزيتون اللي فيها وأجرها فقعدنا سنة ونصر نشرنا المستاجر هذا وبعدها جاءنا رئيس بلدي دي ثاني بدي أعملها مكبس نبيات وبرضو وقفنا وبعد الحديقة من 39 سنة كما بتشوف كلها شوك وكلها جرادين وما أحد ننتفع منها والآن هي اللي يعني أحنا بنشوف الحل الوحيد أنه يسير فيها مدرسة ومركز صحي لأن الحي هذا من الستة وخمسين اتأسست أول دار فيه من سنة الستة وخمسين هالحكومة مش شايفة الحي هذا معانا كتاب من محافظ إيربد سكان الحي هذا خمسين ألف خمسين ألف وين أطفالهم يروحوا ما في حديقة قريب منكم ما في حديقة ثانية أبدا في حديقة في الحي الشرقي الحديقة الجنب الثانية في حديقة فحنينة البيضة محروم البيضة مش مذكورة على الخارطة أبدا شكرا شكرا بالفعل يعني هذه الحديقة يعني حدثت تغييرات كبيرة بها كانت هذه الحديقة مزروعة بعدد كبير من الأشجار بلدية إيربد قامت بقطع الأشجار واقتلاحها وتحويلها لموقف للشاحنات موقف مبيت للشاحنات بعد فترة من الزمن تم الاقتراح بإقامة محطة تحولية في هذه المنطقة اعتراض أهالي الحي أوقف المشروع معنا الآن السيد عاد الجمعة وهو أحد أبناء هذه المنطقة صباح الأخير السادي صباح النور أعطيك العافية ومشكورين رؤية على الاهتمام الصحيح بهمومنا ومشاكلنا احنا بالمنطقة يعني حقيقة بنعاني كثير أطفالنا بتعاني لأنه عدم وجود حديقة مثليك وضع هذا السيء يعني ما في تلاقينا احنا أطفالنا كلها بالشوارع دائري الحدائق بعيدة عننا مسافات كبيرة ورغم أنها بالأحياء الثانية قريبة على بعضها احنا وانا بحاجة للحديقة بحاجة لمدارس بحاجة لمركز صحي هذا الحي يعني نسبته عالية كبير جدا حركة خمسين ألف يعني حي المنطقة هاي والمنطقة المقري هذول أطفالهم كلها بالشوارع دائري ليش؟ أسوة نحن بالأحياء الأخرى بالمناطق الأخرى ليش ما بتطلعش لأطفالنا يكون في عنا حديقة يتكون متنفس فاحنا بناشد المسؤولين يعني والأصحاب ما هي أقرب حديقة لديكم؟ احنا في عنا حديقة تونس بعيدة يعني إذا بدي أبعث أنا أولادي فيها أطفالي بدي أروح أوصلهم للحديقة تونس بدي طلب دينارين تلنا أوصلهم دينارين رجعة ليش أنا ما تكونش منطقتي يعني ليش مثلا البياضة محرومة المقري محروم في مكان للحديقة وهون في مكان للحديقة لو هذول مفعلات إحنا ما بنعاني سعيدة أطفالنا وأبنائنا بيصل للحديقة فبتكون متنفس إلهم ياريت إحنا يكون فيه اهتمام ليش يعني ليش لهمال بالنسبة للمناطق هاي ناطق الثاني ما أخذي مجدها ما شاء الله بتروح بتلاقي هالحدائق متنفس للأطفال يعني الآن فيه مباني أخوان فيه اكتظاث بالأحياء إذا ما فيه حل ويفعلوا الحدائق هاي للأطفال معناته إحنا ابناء لمعرضين مهددين بالشوارع للسيرات يعني إحنا بنهدر دمهم بدينا قاعدين فياريت إحنا المسؤولة رئيس البلدية يعني يتكرم ويشوف حل المشكلة هاي يعني هذا برضو مش حديقة هاي ولا مكان لحديقة شوف إنت عبارة عن مكب نفيات عن إهمال جردين معنا بيئة مهدورة هنا انتوك أهالي الحي الآن برأيكو يتم إقامة حديقة ولا بعض يعني الآن تحدث الحج عن إقامة مدرسة أو مركز صحي يا سيدي إذا فيه بديل الحديقة هاي فيها مركز صحة أو مدرسة فإحنا مش يلين بس أما الظلموهم لهيك يعني حطونا خيارات لا بدهم عدم ما يقوموا يسويها مركز صحي ولا بدهم يسويها مدرسة ولا بدهم يسوينا يا حديقة شو الخيار لهذا يعني على مين تكون هيك مكاب نفيات يعني هاي هي الآن الأردن الأخضر أردن البيعة النظيفة جلال سيدنا دائما بيركز على الشباب وعلى أطفال وعلى اهتمام هذا لازم يتوجه للرئيس البلدية إذا سيدي البلاد بيقول لك إنه الاهتم بالأطفال والاهتم بالشباب ليش ما الرئيس البلدية برضو يعملين مجال لا مدرسة بدل ما هي هيك لا مركز صحي لا يعملونها حديقة يعني أقل ما فيها يعطونا حل واحد بس وإحنا قبل نيني عام شكرا أستاذ بالفعل هذه المنطقة محرومة من عدد كبير من الخدمات هناك مطالبات مركز صحي هناك مطالبات بمدرسة هناك مطالبات شديدة بحديقة حوادث تهلس تتكرر أكثر من 13 طفل توفي في هذه الشوارع في هذه المنطقة تحديدا قبل حوالي شهر واحد توفي أحد الأطفال جراء لعبه ولهو بالشارع في ظل عدم وجود أي حدائق أو متنفس الأطفال الآن معنا المهندس قاسمان روسان وهو مدير الحدائق في بلدية إربد الكبرى للحديث عن الصعبات التي تواجهها البلدية الصباح الخير الصباح الخير للمشاهدين على قناة رؤيا بش مهندس أنت سمعت تشكوى المواطنين يعني حديقة أكثر يعني الآن قرابة النصف قرن النصف قرن في انتظار حديقة بينما البعض يتحدث أنه حتى الخيارات الأخرى للمواطنين البلدية ترفضها أول شي لنسبة للحدائق بلدية إربد بكلها قطع أراضي من عوائد أحواظ التقسيم فكل حواظ التقسيم بقطعة عمونة البلدية قطعة أرض استغلافها كحديقة فالحدائق بشكل عام منتشرة بكل أحياء وكل أحواظ المفروض تكون فيها حدائق فبالتالي البلدية مش رح تقدر تنفذ حدائق بكل أحواظ اللي تقسمت جديد فتعرف انتحس على الفترة الأخيرة صار فيها الأزمة الاقتصادية مش بس على البلدية إربد بشكل عام على العالم كله صار فيها أزمة اقتصادية منعت البلدية أنها تنفذ حدائق بشكل كبير أما البلدية وتوجهات عطوفة رئيس بلدية إربد إنه إنشاء حدائق جديدة إن شاء الله بالفترة القريبة إنه نقدر نفذ حدائق إن شاء الله وخوها ونعطي اهتمام خاص لحديقة البياضة كونها من المناطق الأقل حظة نسميها وإن شاء الله يجب لي فيه الخير هل يسمح القانون بتحويل أرض الحديقة لمدرسة أو المدرسة الصحية؟ والله بالنسبة لهذا الموضوع ما بقدر أفيدك لأنها بالدائرة القانونية إنه يعرفوا شو استملكات أو يعني شو قضعت الأرض إنه بصير ولا ما بصير فأنا هنا نحن مدير حدائق فأنا ما بقدر أفيدك بالموضوع كمدير حدائق هل يعني الآن منذ ثمان سنوات نتحدث ممكن ذو ثمان سنوات أو سبع سنوات خلال سبع سنوات لم تتوفر ميزانين لإقامة شيك لتمهيد الأرض لإقامة ألعاب يعني إحنا بلدية إربط أقامة الألعاب داخل الدواوير ألا يعقل أن لا يتم تشيك الأرض زراعتها تنقيبها تنظيفها بشكل يعني تنظيفه ولو كخطة أرض عادية بالنسبة للموضوع هذا إحنا قمنا بزراعة الحديقة أكثر من مرة من شهادة سكان المنطقة قمنا بزراعتها واحتفلنا فيها بعيد الشجرة أكثر من مرة إلا الاعتداءات المستمرة على مش من سكان المنطقة من الناس اللي برا المنطقة إنه اعتدوا على الحديقة وقاموا بسرقة الشيك أكثر من مرة كنتعرف كمان زي ما بتشوف المنظر اللي بجربنا اللي هو الأنقاذ اللي بتنكب برضو هذا استهتار من المواطنين إنه قطعة أرض ممكن تكون حديقة من المستقبل حرام تكون فيها زي هيك مكبات الناس تكب فيها على باب مدقل الحديقة بش مهندس يعني الآن في المدى المنظور هل هناك حل لهذه الحديقة سيد إن شاء الله ذا توفرت مخصصات مالية أو منحة لإنشاء حداق إن شاء الله راح يكون إلها الأولوية لحديقة البيضة فحنا نستطيع أن مشكلة المخصصات مش متوفرة حاليا أما المستقبل قريب إن شاء الله توفرت المخصصات إن شاء الله راح تكون إلها أولوية لتنفيذ حديقة البيضة شكرا بس مهندس شكرا بس مهندس بالفعل كما ترون يعني قد ينتظر بعض هنا نصف قرن ولا تقوم هذه الحديقة الآن نترككم مع مشاهد عامة للحديقة أو لما يسمى بحديقة نعم الزميل زياد انصيرات هذه معلومات مؤسفة يعني نحن لازمنا نتحدث ونشكو من التصحر ونرى من يقطع الأشجار ونشكو من عدم توفر المدارس في مناطق عدة بالرغم من توفر هذه الأرض على سبيل المثال ولكن من غير اتخاذ أي إجراءات سليمة ثم نشكو من قلة المراكز الصحية وقام المواطنين بطرح هذه القضية ولكن ليس هناك من مستجيب ثم ننتظر وننتظر ومن ثم يذهب ضحيتها أطفالنا الذين يريدون أن يذهبوا إلى الحديقة ليلعبوا مثل مثل بائي الأطفال أينما كانوا في هذا العالم السؤال يبقى أين تذهب ميزانية محافظة إربد؟ إذا 30 سنة محافظة إربد ما عرفت تبني بمدينة فيها 50 ألف مواطن أردني حديقة بسيطة